سبيل الإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحنقر 19 كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله كيف أنتم؟ الحمد لله الحمد لله أنا أتذكر يا خالة صفية في المرة الفاتر أنت قلت أنه رئيس شيوخ الدين ومعاه بعض شيوخ اليهود دبروا مؤامرة لغتل بوليس وعندما لم يتمكنوا من تنفيذها سافروا لحاكم فيليكس في قيصرية وقدموا له شقوى ضد بوليس بواسطة محامي اسمه ترتليس أيوة أيوة يا مونة وقالوا كان ملخص الشكوى أن بوليس بيصير الفتن من بني إسرائيل وبينشر تعاليم مخالفة لعقيدتهم أها بعد من محامي قدم الشكوى يا خالة صفية ما حصل شينو؟ الحاكم قشر لي بوليس عشان يتكلم و بوليس وقف وقال شكرا لك يا جناب الحاكم أنا عارف إنك بتحكم البلادي من فترة طويلة ومتمرس وكلك نظر عشان كده أنا مطمئن جدا بأنني حقدر أدافع عن نفسي بارتياحه بدون أي ضغوط جناب الحاكم إنت ممكن بسهولة تعرف إني مشيت للقدس للعبادة قبل حوالي 12 يوم وخصومي ما لقوني في يوم من الأيام بجادل في أي زول في بيت الله أو لقوني بحرض الناس على الفتنة في بيوت عبادتنا أو في أي مكان تاني من المدينة ودلوقت الجماعة المشتكنة ديل ما حقدر يزبطوا قدامك الشكوى اللي قدمها ضد الليلة وأنا ما بنكر إني زي باقي شعبي بعبد الله ألعبدوه أجدادي قبل كده لكن الفرق أنا بعبده حسب تعاليم ومنهج سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو الجماعة المشتكنة ديل معترضين علىه بيشوفوه بدعة وكمان أحب أوضح إني مؤمن بكل المذكور في التوراة والزبور وكتب أنبياء بني إسرائيل وأنا عندي يقين برضو زي كثير من الجماعة الواكفين ضدها السديل بأنه الله حيحي الموت كلهم الصالحين منهم والأشرار وعشان كده أنا باتهد دائما إني أكون مخلص ونغي أمام الله ومع الناس يا جناب الحاكم أنا كنت غايب من الغدس لفترة وبعد عدة سنوات رجعت لها وشلت معاي للناس المحتاجين فيها بعض المساعدات وكمان قدمت ضوايح لوجه الله تعالى والجماعة دي اللي قوني بعمل في عملي داء في بيت الله بعدما طهرت نفسي وكنت براي ما كان معاي أي شل أو لما ولا سببت أي فوضى أو حربت على فتنة خالص وفي جماعة من بني إسرائيل من منطقة إيسيا شافوني في بيت الله والجماعة دي اللي إذا كانوا متهمني بي حاجة كان مفروض يجو قدامك هنا ويشتكوني أما الجماعة اللي جو ويشتكوني ليك الموجودين هنا ديل أتحداهم لو يقولوا إنهم لقوا شي ضدي لما استدعوني قدام مجلسهم الأعلى هناك لأن هنا قدت ليهم تهمتي الوحيدة هي إني بؤمن بالبعث بعد الموت والحاكم فليكس لأنه كان عنده معرفة كويسة بأمر طعوة سيدني عيسى ما كان محتاج إنه يسمع أكتر من كده في الموضوع ده عشان كده قام رفع الجلسة وقال خلاص أنا سمعت الشكوة وسمعت دفع المتهم كمان وحعلن الحكم في القضية دي بعد ما يجي القائد ليسيس من القدس ويوضح لنا بعض الحقائق والحاكم بعد كلامه ده أمر واحد من الضباط إنه يخذ بولاس في الحراسة ويديه شوية حرية ويخلي أصحابه يجي يزوروه ويخدموه وبعد عدة أيام الحاكم فليكس جاء وكانت معاه زوجته دروسيلة وهي من بن إسرائيل ونادى بولاس عشان يسمع منه بولاس كلم الحاكم عن الإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام ولما بولاس بيقى يتكلم عن الصلاح والاستقامة ويوم الحساب الحاكم خاف وقال ليهو خلاص خلاص قال ليه لك فايل لغاية هنا أمشي لغاية ما ألق ليهو وقت مناسب وأناديك عشان نسمع منك أكثر أها والحاكم كان بينادي بولاس كتير ويتكلم معاه لأنه كان متوقع إن بولاس ممكن يدوه رشوة عشان يتفكه لكن بولاس ما كان عنده أي تفكير أو نية في شي زيده أبدا أها وبعد سنتين من سجين بولاس تم اختيار حاكم جديد بدل فليكس اسمه بارك يوسف ستوس وفليكس قبل ما ينزل من الحكم خلى بولاس في السجن عشان يرضي بن إسرائيل وبعد ثلاثة يوم من وصول الحاكم الجديد في ستوس لمنطقة يهوزة يتوجه من قيصرية للقدس وهناك رؤساء الأحبار وغادت من إسرائيل رفعوا ليه شكوة في بولاس وطلبوا منه إن يرسلوا ليهم في القدس خصوصا إنهم كانوا مدبرين ليهم خطة عشان يقتلوه في الطريق لكن فيستوس رد وقال ليهم يا جماعة زي ما عارفين إن بولاس مسجوم في قيصرية وأنا راجع هناك بعض شوية وإنتوا ممكن تختاروا بعض أعيانكم يقوم ويمشوا معاي ويقدموا الشكوة ضده هناك إذا كان فعلا عمل حاجة استوجب محاكمته وفيستوس قضى في القدس أكتر من أسبوع وبعدها قام رجع لغيصرية وفي تاني يوم من وصوله للمدينة عقد جلست محاكمة لبولاس وبولاس لما وصل للمكان المحاكمة يتلموا حول قادة اليهود اللي جوا من القدس عشان يرفعوا فيه شكوة وفعلا قدموا ضده شكاوي كثيرة وقاسية العقوبة لكن ما قدروا يثبتوها بولاس وقب عشان يدافع عن نفسه وقال يا جناب الحاكم أنا ما عملت أي شي غلط ضد عقيدة بني إسرائيل ولا ضد بيت الله ولا عرضت الغيصر أو الغوانين الرومانية والحاكم فيستوس مع إنه كان خاطئ احتمال براءة بولاس بشكل كبير لكن برضو كان عايز يتودد لشيوخ بني إسرائيل ويرضيهم عشان كده سأل بولاس وقال ليه هو بولاس يا بولاس انت مستعد تمشي للقدس عشان تتحاكم قدامه هناك لا أبدا يا جناب الحاكم أنا باعتبر نفسي دلوقت واقف قدام محكمة باسم القيصر لأنه دي هي المحكمة المفروضة تتحاكم فيها أنا ما عملت أي شي مزمن إسرائيل خالص وانت عارف الكلام ده أكيد يا جناب الحاكم وإذا أنا كنت عامل حاجة غلط حتى لو كان عقاب الموت كنت حاقب للعقاب بدون تردد لكن إذا كانت التهمة القدموها جماعة ديل ضد دجائرة وملفقة يبقى مافزون عندو الحك في أنو يسلمني لهم عشان كده أنا دلوقتي بطالب برفع قضيتي لجلالة القيصر في روما والحاكم في ستوس بعد ما تشاور مع مستشارينه قال لي بولوس طيب خلاص طالما إنك بتطلب رفع قضيتك لقيصر أنا سأرفعه ورسلك له هناك أحاو بعد أيام الملك أغرباث الثاني زار في ستوس في مدينة قيصرية للتحية والمجاملة وكانت معاه في زيارته ده أخته برنيس وقعدوا هناك عدة أيام وفي ستوس عرض فيها على الملك قضية بولوس وقال يا جلالة الملك المعظم أنا عندي رجل مسجوم من عهد الحاكم فليكس اسمه بولوس ورؤس الأحبار وقاجة اليهود رفعوا لي الشكاوى كثير ضده لما كنت في القدس وطلبوا مني عاقبه لكن لو ريتم إنه حسب القانون الروماني ما ممكن تتطبق عقوبة على أي زول بدون محاكمة والمتهم كمان عنده الحك في إنه يدافع عن نفسه ويفند الاتهامات الموجهة ليه والمشتكين جمعي هنا وفي اليوم التاني لوصولي من القص طوالي عقدت محكمة وجبت الرجل فيها ولما خصوه موكفو عشان يواجهوه بالاتهامات ما اتهموه بأي شي ضد القانون الروماني زي ما أنا كنت متوقع لكن الحاصل إنه كان في جدل في أمور العقيدة وحول رجل ميت اسمه عيسى وبولوس كان بيأكد لهم إنه عيسى دحي وهنا ما قدرت أصل لقرار في القضية دي لأنه ده ما تخصصي وقمت سألت بولوس إذا كان مستعد يمشي للقدس عشان يتحاكم هناك بخصوص التهم الموجهة له لكن الرجل رفض وطالبني إني أرفع قضيته لقيصر وعشان كده خليته في الحراسة لغاية ما أرسل له بالمناسبة أنا عايز أسمع كلام الرجل ده كويس هتسمعه بكرة هاو في يوم داني الملك أغرباس وأخته برنيس جو في موكف فخم ودخلوا قاعة المراسم وكان حواليهم القاد العسكريين وأعيان المدينة وفيستوس أنربي إحضار بولوس ولن بجعبوه فيستوس بدأت جلسة وقال يا جلالة الملك ويا كل الحاضرين الرجل الموجود قدامكم ده هو اللي اشتكوه لي اليهود في القدس وكمان هنا في قيصرية وطالبوا بإعدامه وأنا ما لقيت حاجة تخليه يدعاك بالإعدام وهو كمان رفع قضيته وتظلمه لجلالة القيصر عشان كده قررت أني أرسله لروما لكن ما في شي واضح ضده ما في شي واضح ضده لا قضية ولا تهمة عشان أكتبه لجلالة القيصر عشان كده جبته هنا قدامكم كلكم وبالأخص قدامك أنت يا جلالة الملك أغريباس عشان لما راجع قضيته نلقى شي نكتبه عنها لجلالة القيصر لأنه ما معقول رسل لي مسجول للمحاكمة بدون تقرير عن الشك والمقدمة ضده وبعد الكلام ده الملك أغريباس قال لي بولاس آه دلوقتي خلينا نسمع دفاعك عن نفسك يا جلالة الملك أغريباس الليلة أنا سعيد جدا لأني لقيت الفرصة عشان أدافع عن نفسي قدام جلالتك وأرد على شكاوى بني إسرائيل الملفقة ضد دي خاصة ويت سيدة العارفين بعادات اليهود واختلافهم في غضايا تانية عشان كده أرجوكم أصبروا علي واسمعوا كلامي ده بتركيز طيب الليلة حنقيف هنا ودي هي نهاية الجزء يا سلام نعرف أنه نعرف أنه ليو شيء يا خلص بالمناثبة المرة الجاية تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين